احبتي طلبة الصف سادس الهلمي مرحبا بكم في درس جديد من دروس الفيزياء واليوم نستكمل معكم الفصل التاسع نظرية النسبية وسنحل الأسئلة والمسائل الخاصة بهذا الفصل في البداية أرجو من أبناي طلبة مثل ما علمتهم أنا دائما أنه الكتاب المدرسي يكون بجانبه وأيضا قلم الرصاص ويسجل الملاحظات اللي راح نحلها اللي نذكرها عفوا أثناء حل الأسئلة وهذا مهم جدا بالإضافة إلى ذلك السؤال الأول دائما الاختيارات الطالب يحاول حل الاختيار قبل ما يقرأ الاختيارات لأنه هي عملية معلومات يعني احنا منختار ما نختار اعتباطا وأنما نختار وفق للمفاهيم اللي احنا تعلمناها أثناء الدرس فرح نبدأ بحل الأسئلة الشرحية أولا وثم ننتقل إلى المسائل ويطدر التابع ولاية السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة في ما يلي أول اختيار أي من الكميات التالية تعد ثابتة حسب نظرية النسبية طبعا هذا السؤال احنا نقدر نصيغه بشكل آخر عزيزي الطلب نقدر نصيغه نقول ما هي فرضيات نظرية النسبية الفرضيات التي اعتمدتها الفرضية الأولى أن سرعة الضوء هي ثابتة في جميع التجاهات وأن الشيء الثاني أن قوانين الفيزياء تكون هي نفسها لجميع أطر الأسناد إذن هسا هذه واحدة من عدها يقول أي من الكميات الآتية ثابتة حسب الفرضيات الاختيار سيكون أي اللي هو سرعة الضوء إذن احنا افهمنا لماذا اخترنا سرعة الضوء الاختيار الثاني بنفس المفهوم تطلق مركبة فضائية سرعتها تسعب العشرة من سرعة الضوء شعاعا ضوئيا فما السرعة النسبية لهذا الشعاع الذي يقوم طاقم مركبة فضائية أخرى تسير بشكل موازي للمركبة الفضائية وباتجاه نفسه وبالاتجاه نفسه وبالسرعة نفسها الحقيقة هو بالطيدي أرقام يعني من طيدي تسعب العشرة هذا كل ما يهمني شيء يهمني أنه يفهم السؤال يقول تطلق شعاعا ضوئيا إذن هذا الشعاع الضوئي أي مراقب يرصده في أي مكان وفي أي اتجاه هو يتحرك بسرعة الضوء اللي يقلني عليها بالفقرة الأولى هي ثابتة لاحظ عزيزي الطالب إذن ما هي من يطيني أرقام هو أنه مو ما نطيني رقم لازم أتطبقه بالحال لا أحيانا صاحب الكتاب أو صاحب السؤال يريد وهمني شوفني أني فاهم ولا ما فاهم إذن ما لي علاقة بالرقم يطلق شعاعا ضوئيا وكلمة ضوئيا معناها هنا ضوء والضوء احنا قلنا عليه بالفقرة الأولى وهو يكون سرعة ثابتة في جميع اتجاهات إذن أي مراقب يرى الضوء يرى بنفس السرعة يقيسة اللي هي ثلاثة في عشرة أستثمانية إذن الاختيار راح يكون راح يكون دي الاختيار دي هو سي سرعة الضوء نجي للاختيار رقم ثلاثة بالاستناد عفو وفقا لنظرية أنشتاين النسبية الخاصة وفقا لنظرية أنشتاين النسبية الخاصة فإننا احنا نجي نفهم نظرية أنشتاين النسبية الخاصة سوتنا نظرية أنشتاين النسبية الخاصة أكدت بأنه الكتلة أو المادة هي نوع من نواع الطاقة واستطاعت أن تجمع بين مفهومين اللي هم قانون حفظ الطاقة وقانون حفظ المادة في قانون واحد وقال بأنه الكتلة تتحول إلى طاقة وفقا لمعادلة تسمى معادلة التكافؤ بين الكتلة والطاقة اللي هي إي تساوي أم سي تربيع إذن هنا شو نشوف نشوف أنها طبعا وانتبهوا لها كلمة خاصة لأنه العامة تختلف عن من عن الخاصة فهنا موضوعنا شدرسنا نحن أدرسنا الخاصة فأيضا النظرية النسبية الخاصة ستكون الجواب هو الجواب دي عفوا انجواب هنانا الطاقة والكتلة هما تعبيران متلازمان هو بي الاختيار بي الطاقة والكتلة هما تعبيران متلازمان وفي هذا الحالة نقدر نقول العلاقة التي تجبعهما هي إي تساوي أم في سي تربيع نجد الاختيار الآخر وفقا لنظرية أينشتاين النسبية الخاصة فإن جميع قوانين الفيزياء متشابهة في أطر القياس التي تكون سرعتها احنا قلنا قبل شوية هذا الفرضية الثانية من فرضيات النظرية النسبية لأينشتاين الخاصة قلنا أن وسائل القياس أو قوانين الفيزياء تكون ثابتة في جميع أطر الإسناد القصورية ومعنى القصورية أي أن هذه الأطر تتحرك نسبة بعضها إلى بعض بسرعة ثابتة ومنتظمة إذن الاختيار رح يكون عندنا هو الاختيار بي أيضا بسرعة منتظمة وثابتة نجي إلى الاختيار رقم خمسة الطاقة الحركية النسبية الطاقة الحركية النسبية مطيني مجموعة اختيارات احنا طبعا شو نختار عزيزي الطالب رح نيجي وياي عصبورة شو ننعرف الطاقة الحركية النسبية احنا قلنا من تعريف الطاقة الحركية النسبية بأنها الفرق بين الطاقة الحركية الكلية ناقص الطاقة الحركية السكونية اللي هي أمنوت سي تربيع هاي سموها السكونية إذن احنا نطبق هذه نعرفها شي ساوي هي أم في سي تربيع اللي قلناها حسب نظرة أنشتان النسبية الخاصة ناقصا أمنوت سي تربيع انطلع مشترك سي تربيع فتطلع أم ناقصا أمنوت في سي تربيع هذا هو شي يمثل يمثل الكنتك انيرجي يعني هذا اي النظرية النسبية واضح عزيزي الطالب هنا شو نختارينا الاختيار لو نيجي نشوف هذا الاختيار وين نلقاه راح نلقاه أيضا هو الاختيار رقم سي الاختيار سي سيكون هو الإجابة الصحيحة نرجع إلى الفقرة ستة ستة الطاقة النسبية الكلية الطاقة النسبية الكلية وهذا مشابه لهذا إذن شو راح تكون إذا نطلع الطاقة الكلية هنانا شو نقول إذا نطلع إي ريليتب الكلية شو راح نساوي إذن راح نساوي الكالاتيك انيرجي ريليتب زائدا الطاقة السكونية شوف منها العلاقة نفس العلاقة هذا إي توتل جيبه هنا أو هذا أنقل الشيء صير يصير موجب إذن صار إي توتل الإي هي الكلية تساوي الطاقة الحركية الريليتب زائدا م نوت سي تربية أعتقد واضحة بالنسبة للزائد طلبة والاختيارين صاحب الكتاب موفق لأنه جعلهم واحد وراء الآخر لكي تبقى الفكرة مستمرة ومتسلسلة لدى الطالب إذن الاختيار شو كنا عندي الاختيار يكون هو الاختيار الاختيار نستمر ونوصل إلى الاختيار رقم سبعة الفقرة رقم سبعة وفقا لمعادلة أنشتاين الشهيرة بتكافؤ الكتلة والطاقة كيف أنه عبر عنها رياضيا مطيئة مجموعة اختيارات وهو طبعا الطالب ببساطة يستطيع أن يجد أن الاختيار الأول الاختيار عفوا الاختيار اللي هو M في C تربيع اللي هو الاختيار رقم C إذن هي M في C تربيع تمثل مقدار الطاقة المكافئة للكتلة وفقا لنظرية أنشتاين نجي إلى الفقرة ثمانية ساعة تدق دقة واحدة في كل ثانية فإذا كان طول الساعة عشر سنتيمتر عندما تكون في حالة السكون يعني هذا يمثل بالنسبة للنوت فإذا تحركت هذه الساعة بسرعة ثمانية بالعشرة من سرعة الضوء موازية إلى طولها نسبة إلى راصد ساكن الراصد ساكن فإن الراصد يقيس الدقات وطول الساعة كالتالي الحقيقة عزيز الطالب هنا إحنا من أخذنا النتائج المترتبة على النظرية النسبية أخذنا ثلاث نتائج النتيجة الأولى هي تمدد الزمن وانكماش الطول وتغير الكتلة إذن هنا موضوعنا هو جمع بين نتيجتين في مثال واحد لاحظوا إذن أنا بما أنه أنا ساكن وداء راقب زمن معين إذن أكيد بالنسبة إلي رح يصبح عندي تمدد بالزمن إذن أنا بالنسبة إلي أكيد رح أسمع زمن أكثر من واحد أكثر من واحد إذن لو تبعوا الاختيارات رح يشوف أكبر من واحد إذن هذا أخذه أكمل أشوف الفرقة الثانية وي هناك كلمة وي بالرياضيات لازم العبارة تكون صحيحة بالعبارتين بعد الو وقبل الو وأيضا عندي الأخرى أكبر يعني اختيار A واختيار C رح يصير بيناتهم أما أقل من واحد الاختيار B والاختيار D استبعدهم إذن أنا يعرف حسب نسبية الزمن أنه الزمن بالنسبة للراس الساكن هو أكبر إذن أنا هو أكبر من واحد سكند إذن رح أخذ له اختيار الأول أي له الاختيار الثالث C شبقه مني يحدد دي دوسح يحدد لي الفرع الآخر لاحظوا على الفرع الآخر هو يقول انكماش الطول أيضا أنه عندي بدنا معنا لازم لازم شي يكون الزمن الطول الطول يقل إذن رح أخذ اختيار أكبر من واحد سكند وأقصر من عشرة سنتيمتر لاحظ شوية جمعنا بين الثنين عزيزي الطالب شوية السؤال بتفكير وحلو إذن الاختيار C يكون هو الاختيار الصحيح أكبر من واحد سكند وأقصر من عشرة سنتيمتر هنا الاختيار التسعة قبل ما أحل عزائي طالب هناك تصحيح بعض المدارس اللي ماوردهم ممكن أن يصحوه إياه الاختيار هو عندك اختيار B الصححة مو 0.6 وإنما 1.666 3-6 1 و3-6 زيان متر فهذا تصحيح لأن هذا الاختيار الصحيح هو يكون 1.6 فنقرأ السؤال وضعت ساق بموازات المحور X وتحركت الساق بموازات هذا المحور أيضاً بانطلاق مقداره 8 بالعشرة من انطلاق الظوء يعني 8 بالعشرة C وكان طولها الظاهري انتبهوا لهذه طولها الظاهري يعني من هو هو ال وليس ال النوت ال النوت طولها وهو ساكنة من قل الظاهري الذي ظهر لنا الظاهري دائماً هو متغير مو الحقيقي إذن معناها الظاهري هذا يمثل L وليس L نوت فإن طولها في إطار إسنات ساكن فإن طولها في إطار أو مبين حتى السؤال مبين طولها في إطار إسنات ساكن يعني شريد هو هو يريد ال تمام ولا لا هنا نعدنا فممكن أن نحل السؤال بالشكل البسيط اللي خاص بالمعادلة وراح نحل ونقول ال نوت ال نوت هنا ال هو واحد وال نوت هو اللي ما يكون مجهول لأنه هو الساكن نجي إلى حل السؤال L يساوي L نوت واحد ناقصاً V تربية على C تربية لاحظوا هنا أنا هو دي يقول يطولها الظاهري يعني هذا ال واحد وال نوت هو مجهول هو دي يقول السكوني الساكن السكوني هذا ثمانية بالعشرة طبعاً تربيع على C تربيع على C تربيع هاي تروح معها هذه هذا يطلع 64 واحد هذا L نوت وهذا نجدر يش يطلع لي واحد ناقص ثمانية يعني 64 بالمية لاحظوا هذا يطلع 36 بالمية 36 من الجدرة يطلع 6 بال 10 فراح يطلع هنا L نوت أو نربع نقدر نربع الطرفين ونحصل على قيمة L نوت مباشرة نربع ونحصل على قيمة L نوت تساوي 1.666 نقدر نطلع ونقسم أيضاً بالمية ونقسم 1 على 36 30 بالمية يطلع لي 1.66 نفس الطريقة نفس الطريقة اللي أنا قلتها هذا هذا جذرة هذا جذرة 36 بالمية ونذان جذرة يساوي 6 بالعشرة وبالتالي نقسم 1 على 6 بالعشرة ويطلع هذا هو الناتج المجدد نجي إلى الاختيار رقم 10 إذا كنت في صاروخ متحرك بانطلاق 0.7C يعني 7 بالعشرة من سرعة الضوء باتجاه نجم فبأي انطلاق سوف يصلك ضوء هذا النجم إحنا رجعنا نفس العملية بما أنه ضوء إذن هو بأي انطلاق بأي مكان هو نفس الانطلاق اللي شي يمثل انطلاق الضوء اللي هو C إذن معناها الاختيار يكون عندنا هو سرعة الضوء في الفراغ اللي هو اختيار C هذا هو الجواب الصحيح هذا فيما يتعلق بالنسبة للسؤال الأول السؤال الثاني طبعا هنا هو يعني يعتمد على فهم الطالب ويحتاج إلى حل رياضي إن شاء الله راحل على الصبورة نقرأ السؤال أولا ومن ثم نبدأ بحل السؤال جسيم يتحرك بسرعة منتظمة ثابتة ستة بالعشرة من سرعة الضوء ما النسبة بين مقدار الزخم النسبي لهذا الجسيم بيريل والزخم الكلاسيكي كلاسيكال إذن يريد النسبة بين الزخم الرييل والزخم الكلاسيك إذن على الطالب أن يعرف تعريف كل واحد من عدهم من أجي آني هذا السؤال الثاني السؤال الثاني في الكتاب ألازم يعرف أولا البي ريلتف شو الساوي إحنا قلنا تساوي M في V والM ارجحها إذا ريلتف شو صير تساوي M نوت V هاي الريلتف هي واحد ناقصا V تربيع على C تربيع هذا هو تصحيح اللي قلنا عليه لورانز اضربناها فصار هذا البي ريل ريلتف بينما البي كلاسيكل هي عبارة عن M نوت في V فهو نسبة بين هذا المن إلى هذا وإحنا قلنا أثناء شرح الدرس قلنا يعني زائل طلبه هي تصحيح لورانز هذا قيمته القاما القاما اللي قيمتها واحد على تحت الجذر واحد ناقصا V تربيع على C تربيع هو هذا عامل تصحيح يعني إحنا الكمية أما نضربها أو نقسمها من نحولها من ريلتف إلى إيش إذا إذا زيت فإحنا نضربها وإذا اتقل رح نقسمها إذا نرجع نعم كلاسيك C L C L أي نحولنا نجي إلى نقسم B ريلتف على B كلاسيك شيء ساوبة ريلتف M نوت V على تحت الجذر واحد ناقصا V تربيع على C تربيع على M نوت V هذا رح تروح ويا من ويا هذي فاش طلع لي طلع لي B ريلتف على B كلاسيك شيء ساوي تساوي هو هذا المقدار اللي واحد على تحت الجذر اللي يسمينا سمينا قاما لاحظوا يعني سألوا الرجع الأفصل ليه شيء ساوي بيريل بيريل يساوي قاما في ايش في B كلاسيك ضربناها هس راح نعوض بقيم B ريلتف على B كلاسيك تساوي 1 تحت الجذر 1 1 ناقصا أيضا 6 بالعشر شيء سيصير 36% 36% تربيع على C تربيع ها راح تروح معها هذي هذا قد هذا هذا 64 جذر 8 بالعشرة فراح يطلع لي B ريل لا أكتبها أحسن على B كلاسيك تساوي هذا طلع لي 8 بالعشرة 2 جذرة كل جذرته 1 على 8 بالعشرة إذن هاي نسبة بيناتهم نقدر نضرب طرفين في وسطين ونقول B ريل يساوي B كلاسيك في 8 بالعشرة أو بالعكس هذا حسب حل السؤال إذن أنا أرقام بسيطة وعلى الطالب أن يتعلم من عده نجي إلى الناتج أقدر نقدر نطلع 1.25% ناتج 1.25% هذا الناتج بالنسبة إلي نجي للسؤال الثالث عزيزي طلبة يقول هل تتأثر كتلة ساق حديد ساخنة جدا إذا تم تبريده من درجة 2000 درجة سنليزية إلى درجة حرارة الغرفة السؤال لطيف ويجمع بين مفهوم اللي يخدناه بالنسبة الإشعاع الجسم الجسم من يكون بهيش حرارة أو هيش درجة حرارية شي يصير به يبدأ يشأ طاقة وأنيشتاين جمع بين الكتلة والطاقة فلا بد نعم إذا تغيرت مقدار الطاقة الإشعاعية اللي قلناها تتناسب تناسبا يعني طرديا مع الأس الرابع درجة حرارته المطلقة حسب قانون ستيفن بولتزمان إذن في هذه الحالة إذن من انتقل درس الحرارة راح يقل مقدار الإشعاع أي انتقل الطاقة وبذلك تتغير الكتلة لأنه تناسب بين الكتلة والطاقة أكيد أن تتغير كتلته إذن هذا السؤال لطيف لأن جمع بين مفهوم سبق أن تعلم الطالب في فصل آخر وجمع مع هذا الفصل فالسؤال نقول نعم تتغير لأن الكتلة حسب النظرية النسبية تتعلق بمقدار الطاقة الإشعاعية للجسم وعندما تتغير درس الحرارة تتغير الطاقة الإشعاعية للجسم لأنها تتناسب تناسب طرديا مع الأسر الرابع لدرج حرارته المطلقة وإذا تغير الدرج الحرارة سيتغير الطاقة ومن ثم يتغير الكتلة وفقا لنظرية النسبية للإشتاين الخاصة السؤال الرابع الرابع هو ما الفرق الأساس بين التحويلات غاليله والتحويلات النظرية النسبية الواقع الفرق هو ذكرناك قبل شوية على الصبورة الفرق هو وجود عامل تصحيح اسمه معامل لورنز اللي هو قاما قيمته واحد على تحت الجذر واحد ناقصا في تربيع على سي تربيع إذن قاما بالأساس يعتمد على اليمن يعتمد على سرعة الجسم نسبة إلى سرعة الضوء ولذلك الاختلاف الأساس بين الفيزياء الكلاسيكية والنظرية النسبية هي من حيث انطلاق الجسم الجسم عندما يتحرك تتغير بعض المفاهيم الفيزيائية إذن عامل تصحيح هو يصحح العملية من يسويها أول من كلاسيكية إلى نسبية إذن الفرق الأساس هو معامل لورنز أو معامل تصحيح السؤال الخامس هناك قول يقول أن المادة لا تفنى ولا تستحدث فهل تعتقد أن هذا القول صحيح طبعا هذا القول صحيح لما نحن كنا بعد يعني ندرس قبل كان يقولون صحيح نعم لا تفنى ودرسوها كتبنا القديمة كلها كانت بها المادة لا تفنى ولا تستحدث لكن وفقا لنظرية النسبية لا المادة تحولت إلما إلى طاقة والطاقة تتحول إلى مادة معناها ممكن أنتم فين تتحول إلما تتحول إلى مادة هو أشغال القانون السابق يقول لا لا يتفنى وتتحول من نوع إلى نوع آخر نوع آخر يعني طاقة من نوع آخر لكن الآن تحولت إلى مادة والمادة تحولت إلما إلى طاقة إذن معناها يمكن هذا القول وحده خطأ بس يمكن أن نجمع القانونين مثل ما قلت آني أول الدرس نجمعها بقانون واحد ونقول قانون حفظ المادة والطاقة حفظ المادة والطاقة كقانوني واحد وتصبح العبارة أكثر دقة وأكثر علمية السؤال السادس هل يمكن لجسم ما أن تصل سرعته إلى سرعة الضو طبعا هنا الجواب هو عملية لا يمكن عملية لا يمكن بس لو نفرض إحنا جدلا أنه جسم تحرك بسرعة الضو كم تصبح كتلته تصبح كتلته ما لا نهاية خلن نشوف أصبور شلون إحنا قلنا تصحيح الكتلة اللي هو أم يساوي أم نوت على تحت الجذر واحد ناقصا في تربيع على سي تربيع لاحظ لو توصل هاي الفي تصبح سرعته توصل سي يعني عندما في تساوي سي شيطلع له هذا المقدار هذا المقدار يصبح واحد واحد ناقص واحد صفر أي كم يعصب شيطلع يطلع الام تساوي ما لا نهاية وإحنا الحقيقة ما عندنا هي شي قوانين بالفيزياء وما نقدر نفسر هذا السلوك وفي القوانين الفيزياء المتاحة إذن لا يمكن لا يمكن لأنه لا يمكن عمليا الوصول إلى سرعة الضو أعزائي الطلبة أرجو أن أكون قد وفقت في شرح هذا الموضوع وإلى أن ألقاكم في دروس قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة